بسم الله الرحمن الرحيم. انا وسعى بكم مرة تانية استكمالا للفيديو اللي فات بتاع الطابل. احنا شفنا ازاي نجيب من ازاي نعملها او من بس بنحتاج اكتر من يعني اقدر اعرف اكتر من على نفس النهاردة بقى استكمالا للموضوع. عايزين نشوف ازاي نجيب من يعني على سبيل المسال انا عندي تيب والاسم والتيب والاسم في الاي دي والنيم والاتج بتاع استيودنت انما في برضو بتاع الاي دي بتاع الكورس اللي هو بيدرسه اسمه والمارك اللي هو جابها في الدرجة الدرجة بتاعت الكورس يعني. المطلوب من هنا ايه مطلوب من هنا ايه? عايزين اسم الطالب والدرجة بتاعته. طبعا يكونوا ليهم نفس يعني تطلب رقم واحد اسمه خلاص فدي هتكون واحد يعني مقصود بها يعني مش واحد هنا ويكون درجة بتاعته واحد ده عشرة وهكذا طب اعمل دي ازاي بمنطقة البساطة هنا هتطرى اعرف واحد على واحد على فهسمي ده اس مسلا وده انا عايز اس كلها ولا جزء منها انا عايز بس فهيبقى اس ودوت نيم فهعمل على اس ودوت نيم ويعايز من جي كلها ولا جزء منها لأ عايز المارك بس فهعمل جي دوت مارك يبقى ده كده بتاع الطابل في الطابل طيب ساتش زاد ايه الشروط بتاعتك لازم اقول بتاعتي الاس هو فين في فقى طب والجي الجي في الجريد يبقى ده الممبرشيب طب ايه هو الشرط اللي لازم يتحقق في كل طابل من دول يعني كل طابل من دول ايه الشرط اللي بيتحقق وهي بتتكون لازم يكون بيساوي يعني بتاع الطالب هنا في ده بيساوي بتاع الطالب في ده كده بالنسبة لازاي استخدم الفكرة كلها انه بعرف على الاولى والتانية واحد كزا حتى لو اكتر من اتنين خد لبالك بقى اللي احنا بنستخدمها دي بنسميها الفري فاريبولز الفري فاريبولز دي بنستخدمها كجزء من الاوبوت يعني الاوبوت لازم يكون موجود في دي موجودة اسف في الاولد لكن احيانا في بعض الاوقات بنضطر نستخدم لكن ما بتكونش جزء من الاوبوت وفي الحالة دي بنسميها ولازم هنا نستخدمها حاجة اسمها تعالوا قبل ما نشوف تعالوا نشوف يعني ايه دي حاجة بنستخدمها او آآ علامة بنستخدمها عشان نحدد الكمية بتاعتنا عندنا علامتين مشهورين قوي اللي هي دي اللي هي ودي اللي هي معناها على الاقل وفي واحد موجود يحقق الشرط انما لازم الشرط يتحقق على كل الطابلز اللي عندي يعني على سبيل المسال ممكن اقول كده ده الشرط بتاعي يعني هي بتكتب ويجي وراها شرط على سبيل المسال دي معناها ايه في على الاقل طابل اسمه اس ساتش زات ان الاس دوت اي دي بيساوي واحد ان الاي دي في في الطابل ده بواحد لما نيجي نتكلم عن الطابل دي هل في هنا طابل اس في على الاقل واحد يعني في الاي دي بواحد لما نيجي نبص اه فعلا في واحد الاي دي بتاعه بواحد يبقى الاجابة بتاع الكون ده كله تعالوا نشوف اللي بعده يعني في اس طابل اس ان الاس اكبر من خمسة وعشرين? هل في هنا على الاقل فيه اكبر من خمسة وعشرين? لما نيجي نبص على هنلاقيهم كلهم اقل من خمسة وعشرين. فالاجابة دي لأ مفيش اي بتاعه اكبر من خمسة وعشرين. طيب فيه يعني ممكن نستخدم مع نقط. يعني مفيش طابل اس. في اس اقل من عشرة. الكلام ده صح ولا? هل مفيش هنا بتاعه اقل من عشرة? اه فعلا مفيش. يبقى الاجابة بتاعت ده كله. في بقى ان الاس اقل من خمسة. هل كل هنا كل هنا الايدي بتاعه اقل من خمسة? اه فعلا كلهم الاقل من خمسة. يبقى الاجابة ده كده بالنسبة معناها انما لازم ينطبق الشرط على كل اللي عندي. طب تعالوا بقى نشوف مثال. ايه يعني مسلا على سبيل المثال الحالة دي الكيس دي انه هو يعني احنا عايزين الاوبت من بس تانية. فبالتالي اللي هستخدمه على التانية ما هواش جزء من الاوبت. فلازم احط له طب جميل جدا. على سبيل المثال هنا وعايز اطلع اسام الطلبة. النيم بتاع الطالب. بس يمين بقى? الطالب اللي بيقض كورس. طب مين الطالب اللي بيقض كورس? الطالب اللي بيقض كورس هو اللي الاي دي بتاعه تذكر على الاقل هنا. على اه مرة هنا على الاقل. لازم يكون موجود في بتاع الجريد مرة على الاقل. طب اعملها ازاي? بكون الطاب البتاعي. الطاب البتاع هي عبارة عن اس ودو ستيونت. جميل. بس لازم اقول ان الاس دي على الاقل تكون الاي دي بتاعها بيساوي واحد من الاي ديز اللي موجودة في جريد. فاقولها ازاي بقى بقولها كده. على الاقل فيه طابل جي في الجريد هنا. بحيس يكون دوت اس اي دي بيساوي على الاقل يكون فيه طابل تحت هنا الاي دي بتاعه بيساوي الاي دي بتاع او اتمنى الفكرة بتاعت الكون واضحة بحيس اه تقدروا تستخدموه. خلي بقى لك بقى من حاجة هنا ان بتكافئ يعني على سبيل المثال يعني ده كده المثال بتاع ايه اه عايزين نكون نستراكت من نفس المثال ده. الطالبة اللي ما بتاخدش اي كورس. يعني مسلا اتنين هنا ما بياخدش اي كورس. تمام? فعايز هنا الاتنين. طب اجيبها ازاي بمطالة البساطة كده ممكن اقول اس دوت اتنين واس ده اللي انا عايز اجيبه في الاوبوت. بس بتاع اي بقى مفيش ولا طابل جي. بحيس يكون الاس دوت اي دي بيساوي الجي دوت اس اي دي. يعني ما فيش ولا طابل هنا فيه الاي دي بيساوي بتاعت الاس. اللي هنطبق عليه الشرط ده هيجي كجزء من الاوبوت. وهنا في الحالة بتاعتنا هيجي بس على الاتنين لان لما لما تكون الاس بتساوي الطابل ده ما فيش ولا طابل هنا بيكون فيه الاس اي دي بيساوي وبالتالي دي الحل بتاعنا. هنا بقى انت ممكن تحلها بطريقة تانية. اللي هي ايه? اللي هي فور اول. طب هنا دي نوت اجزاست ممكن ابدلها فور اول. ازاي? بس اتغير الشرط خلي بالك. الشرط ده لازم يتغيره كمان. تعال انت نعملها. هنا بيقول اس دوت نيم واس في ستيود انت برضو. ده الريزولت اللي احنا عايزين نوصل لها. بس الكون ديشن ايه بقى لكل الطابل زي جي اللي موجودة في الجريد. الاس اي دي ما بيسويش الجي دوت اس اي دي. لازم وانت واقف على اس هنا. ما بتسويش ولا واحد من هنا لكل الطابلز اللي هنا. الواحد هتجي تبص لأ هيساوي حالة دي. فمش هينفع يجي في الريزولت. الاتنين ما بيسويش ولا واحد هنا. هيجي بقى هو في الريزولت. ده كده بالنسبة ليه? والفور اول وازاي بتكافئ النقط اجزاست. طبعا الكلام ده هيزبط اكتر بالامثلة يعني يعني ان شاء الله يبقى فيه لسة من الامثلة هتحلوها. واحطها لكم واحطو لكم الحلول عشان اللي يتمرن يعرف يشوف الحلول بتاعته صح والله. تمام? طيب المسال ده كمان ده مثال ان احنا بنكس هنا ايه? ان احنا بنجيب من بس الكنديشن على تنين تانيين. يعني سبيل المسال انا عايز اجيب اللي بياخد كل الكورسات. فعشان اعرف ايه هي اصلا كل الكورسات لازم ابص على التيبول اللي اسمه كورس. وبياخدها ولا لا? لازم ابص على الكورس اللي اسمه جريد. لان الطالب هيكون بياخده الكورس ازا كان الطالب الاي دي بتاعه مشترك او مع الكورس اي دي. فدي اجيبها ازاي? نفس الموضوع? انا عايز ايه كالريزولت? والاس هي طب بقى اللي انا هحتاجه انا هحتاج هنا في الجريد و هنا في الكورس. ايه بقى اللي انا عايزه? انا لازم يكون على الاقل موجود جي طب الجي في الجريد. يكون محقق ان لكل الكورسات اللي هنا يكون الكون ده متحقق ان الاي دي بتاع الطالب بيساوي الاي دي في الجريد. والكورس اي دي بيساوي نفس الكورس في الجريد. لو الشرط ده تحقق يبقى كده ده الطالبة اللي بتاخد كل الكورسات. وده الديسكريبشن. وبكده احنا يعني خدنا مقدار كويس في يعني اعطاق ده يعني مقدار كافي للناس في عليها بحيث تكون بداية لها لو هي هتشتغل في يكون بداية انطلاق لها كويسا ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتم من الجزء ده وزي ما قلتلكم هيبقى فيه لسة من الامثلة هحطها لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله بحيث تحلوها والحلول بتاعها تبقى متوفرة بحيث تراجع الحل بتاعها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.